أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بديوفي في هذه الفقرة محمد جمالي زكا محمد حبيباً كبت كله تمام؟ طبعاً الحمد لله أيمن جيلبيرتو زكا أيمن ذكبت كله كويس؟ كله بون طب الحمد لله النهاردة هنتكلم فنياً أكتر عن مارسيل كولر هذا الرجل كيف يستطيع أن يدير النادي الأهلي كيف يستطيع أن يدير عدد كبير من الفرق والمنتخبات في العالم في سويسرا وفي ألمانيا خلال الفترة اللي كان متواجد فيها مدير مديراً فنياً لكثير من الفرق والمنتخب النمسا ده من خلال النهاردة جيم محمد جمالي وآيمن جيلبيرتو جيمي وجيلبيرتو عشان تبقوا بسعة في وكس جيمي يعني برضو مهم جداً أن جمهوري النادي الأهلي يعرف من هذا الرجل الفرق الشكل ليه النادي الأهلي اختار هذا الرجل طيب أسماء كتير قبل ما يتم إعلان مارسل كولر مهم جداً أن الناس تعرف ليه النادي الأهلي اختار مارسل كولر ليه النادي الأهلي استقر رغم أن كان عنده أسماء كتير جداً بفاوضها ليه استقر على مارسل كولر مارسل كولر بيتميز بإيه مارسل كولر قدر يشتغل إزاي ويعمل إيه خلال الفترات اللي فاتت يمكن هو أجاب على بعض الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي النهاردة وخلال منذ تقديمه أول أمس وزيارته ليه ملعب مختارة تيتش بعد قدومه ليه القاهرة مهم جداً الناس تعرف ليه مارسل كولر ليه مارسل كولر هو الشخص المناسب كاختيار لأنه دايماً أنا شخص غير متعجل دايماً بنتظر أشوف هذا الكلام في الملعب فنظرياً لماذا كان مارسل كولر هو الاختيار الأمس للنادي الأهلي لأن مارسل كولر راجل اشتغل مع أندية اشتغل مع منتخبات قادة تحول الأعظم كما يصفه النمساويون مش حلم قادة تحول الأعظم لمنتخب النمسا فيه لمدة سبع سنين من 2011 وازاي قدر يحول ويكتشف العديد من النجوم ويحول منتخب النمسا من مجرد منتخب لا يتأهل أبداً حتى إلى اليورو رغم أنه تأهل مرة وحيدة لكن كان متأهل كمستضيف مش متأهل نتيجة تصفيات اليورو وقدر أنه يتأهل بمنتخب النمسا وخلق فكر جديد للكرة النمساوية وده اللي ظهر جلياً بقى في السنوات الثلاثة أربعة الأخيرة لأن الراجل بعد ما أنهى تجربته في 2017 مع منتخب النمسا نهاية 2017 مع منتخب النمسا بدأ وراح عمل تجربة جديدة في بازل فالتحول اللي الراجل عمله في الكرة النمساوية الفكر اللي الراجل قدر يقدمه وحاجة مهمة جداً دايماً بنفرق ما بين المانجر أو الهيت كوتش اللي موجود والكوتش الراجل ده والناس هتشوف الكلام ده لما نيجي نتكلم فنياً إزاي الراجل ده رغم أنه عنده ميجر جيم بلاين أو خطة مسيطرة عليه أو خطة مفضلة خلال مسيرته في تدريب الأندية والمنتخب النمساوي تحديداً إلا أنه راجل مارين جداً بيحولها أحياناً الاربعة تنين تلاتة واحد دي بيحولها أحياناً الاربعة واحد بيحولها أحياناً الاربعة تلاتة تلاتة بيحولها أحياناً الاربعة اربعة اتنين حسب سير ومجرات المباريات خاصة أنه ضرب منتخب النمسا في بعض المواجهات في التصفيات كانت بيبقى هو عنده الأبر هاند فإزاي بيشتغل وهو قدراته أعلى من الخصم إزاي بيشتغل وهو قدراته أقل من الخصم إزاي مع بازل قدر أنه هو يشتغل مع الفريق رغم أن بازل بيمر بهزة كبيرة جداً في السنوات الخمسة الأخيرة إزاي قدر أنه آه ما خدش الدوري لكن قدر ياخد كاس واسرة فيه الوقت اللي درب فيه بازل إزاي قدر يحاول يقلل من المشاكل اللي موجودة عند بازل حتى في الدوري الأوروبي لما لعبه وإحنا جميل أمثلنا نهاردة من مباراة PSV آيندهوبن لما لعبوا بازل سواء مباراة الذهاب والعودة وإزاي الراجل قدر أنه يشتغل بأكتر من بلان سواء في مباراة الذهاب أو مباراة العودة ده بيقول لك التنوع سواء في أنه الراجل درب أن ديها ومنتخبات التنوع في الترول التكتيكية اللي الراجل بيعملها وجزء مهم جداً جداً أنه راح أروح به الأيمن أنه الشخصية الشخصية كيف يدير يدير لأنه الكورة مش كوتش بس مش في النياب بس في الملعب كيف يدير هذا الرجل يمكن فيه مقالات كتير جداً جداً اتكتبت عن مارسي الكولر مش عشان جي النادي الأهلي من 2017 و2016 و2018 ما هي صفات هذا الرجل الإدارية كيف يدير فريق قرة قدم سواء على صعيد المنتخبات اللي مختلف تماماً على صعيد الأندية وإزاي قدر ينجح في السيطرة على الفريق رغم أن علاقته كانت جيدة جداً داخل قط اللبس إزاي قدر يسيطر على قط اللبس إزاي الرجل هذا الرجل يتمتع يتمتع بعلاقات طيبة جداً مع كل اللعيبة والنجوم اللي اكتشافها اللي هنذكر بعضها في الجزء الثاني من الحلقة وإزاي الرجل ده عنده صرامة فنية فرق كبير ما بين الصرامة الشخصية والتعامل الصارم في بعض الأمثلة المدارب لما بيكون صارم بيفقد أحياناً علاقته باللعيبة ولو ما كانش صارم بيفقد قط اللبس لكن إزاي الرجل ده قدر يعمل البلانس ده نتكلم هو ده الإدارية كيف يستطيع أن تدير فريق ده اللي الرجل ده واحد من أهم الأسباب مش بس إن هو الكوتش كويس واحد من أهم الأسباب اللي دفعت النادي الأهلي إنه يستقنم مارسي الكولر النقطة دي ويمكن النقطة المهمة جداً جداً أنا بروح لأيمن ويكلم على الصفات الشخصية لمارسي الكولر إنه مارسي الكولر النهاردة نجاوب على النقطة الوحيدة اللي ناس كان بتكلم عليها هو ليه كان بقاله صناتين ما بيدربش رغم أنه أنا بقى كده لأ واشتغل مساعد لجروس قاله كده برضه لا هو الرجل كان بيلعب في الفترة اللي نتكلم عليها ودي مهمة جداً إحنا نسكرها دي بدايته يعني هو قلت قلت الكلام ده بارح وهو بيلعب ده فخر لي يعني أنا تخيل أنا لو أنا بلعب منو الجوزية لك أنا عايز إسلام مساعد معايا طب ده جماعة ده منو الجوزية وأنا رجل بلعب يعني تخيل حاجة كويسة ما عارشوا ليه الناس بلعب مش عارشوا ليه الناس تخدها ليه تتقلل منها بيقولك صفاته القيادية للعيب لسه بيلعب في الملعب وإزاي الرجل المديره الفني استعام به إنه هو يشتغل به ده بيقولك قد إيه الرجل ده من هو لسه لاعب قبل ما يدخل كارير التدريب في موسيب 91-92 إنه إزاي قدر جروس إنه هو يستعام به